تتكون بيئة فوتوشوب من الأجزاء الرئيسية التالية أولا شريط القوائم والذي يستخدم لاستدعاء الأوامر بدون أيقونات ويحتوي هذا الشريط على معظم أوامر البرنامج ثانيا شريط خيارات الأداء والذي يحتوي على خيارات الأدات الحالية والتي هي هنا في هذه الحالة أدات الكتابة مثلا ثالثا صندوق الأدوات Tools Box ويحتوي هذا الصندوق على معظم أدوات الرسم والتعديل واختيار الألوان رابعا النوافذ الجانبية تحتوي هذه النوافذ الجانبية على عدة أوامر وأدوات بالإضافة إلى الخيارات كنافذة الملاح Navigator نافذة التراجع والإعادة History ونافذة الطبقات Layers وغير ذلك خامسا نافذة اللوحة أو منطقة الرسم حيث يكون لهذه النافذة شريط يظهر الاسم وبعض المعلومات عن اللوحة بالإضافة إلى أزرار التحكم إنشاء لوحة جديدة لإنشاء لوحة جديدة قم بما يلي من قائمة الملفات File اختر جديد New فتظهر لك نافذة جديد New وفيها الخيارات التالية أولا صندوق اسم اللوحة Name قم بالضغط داخل هذا الصندوق لإدخال اسم اللوحة الذي تريده ثانيا صندوق حجم اللوحة Image Size والذي يحتوي على عرض اللوحة Width وارتفاع اللوحة Height قم أولا بتحديد وحدة القياس المطلوبة من هذا الصندوق مثلا اختر الوحدة سنتيمتر ثم ادخل العرض والطول المطلوبين مثلا 20 و30 سنتيمترا بعد تحديد الطول والعرض قم بتحديد وحدة دقة الرسم والقيمة للوحة حيث إنه كلما زادت هذه القيمة ازدادت جودة اللوحة ودقتها مع الانتباه إلى أن الدقة والجودة ترتبطان بحجم الصورة التي تنوي طباعتها وجودة الطابعة المستخدمة ودعنا هنا مثلا نختار الوحدة نقطة لكل أنش Pixel Per Ench ودعنا ندخل القيمة 75 الآن قم بتحديد نظام الألوان فإذا أردت إن شاء لوحة ذات ألوان من درجات اللون الرمادي فقم باختيار نظام Gray Scale أما إذا أردت لوحة ملونة للاستعمال الشخصي فقم باختيار نظام الألوان RGB Color وأخيرا إذا أردت لوحة ملونة للاستعمال المطبع فقم باختيار نظام الألوان CMYK Color ثالثا صندوق المحتويات Contents يحتوي هذا الصندوق على لون خلفية اللوحة قم باختيار لون خلفية اللوحة المطلوب مثلا الأبيض White أو اللون المحدد مسبقا للخلفية Background Color أو خلفية شفافة Transparent وبعد الانتهاء من تحديد الخيارات قم بالضغط على زر موافق لبدء لوحة جديدة أو قم بالضغط على زر الإلغاء Cancel لإلغاء عملية إنشاء لوحة جديدة فتح لوحة مسبقة التخزين لفتح لوحة مسبقة التخزين قم بما يلي من قائمة الملفات Files قم باختيار فتح Open فتظهر نافذة فتح Open عندها قم بتحديد موقع اللوحة المطلوبة مثلا حدد القرصة الصلب C ثم اختر مجلد اللوحات ثم اختر الملف تمرين بعدها قم بالضغط على زر موافق Open لإتمام العملية أو ضغط على زر الإلغاء Cancel لإلغاء العملية التعامل مع عدة لوحات يوفر لك برنامج Photoshop في حالة فتح أكثر من لوحة التحكمات التالية أولا اختيار اللوحة الفعالة أي اللوحة التي يتم العمل فيها وذلك بالضغط على شريط المعلومات لللوحة المطلوبة مرة واحدة بالزر الأيسر للفأرة فيتم تفعيل تلك اللوحة ثانيا إغلاق اللوحة وذلك بالضغط على زر الإغلاق Close ولا تنسى حفظ اللوحة قبل إغلاقها ثالثا تكبير نافذة اللوحة وذلك بالضغط على زر التكبير والإعادة Restore ويمكن إعادة اللوحة إلى وضعها الأصلي بالضغط عليها مرة ثانية رابعا تصغير نافذة اللوحة وذلك بالضغط على زر التصغير Minimize خامسا ترتيب النوافذ بشكل تتابعي وذلك بالضغط على قائمة نافذة Window ومن ثم الضغط على خيار الترتيب التتابعي Cascade سادسا ترتيب النوافذ بجانب بعضها وذلك بالضغط على قائمة نافذة Window ومن ثم الضغط على خيار الترتيب Tile سابعا تحريك النافذة وذلك بالضغط المستمر على شريط المعلومات الخاص بالنافذة ومن ثم تحريكها إلى المكان المطلوب ومن ثم ترك زر الفأرة عند المكان المطلوب حفظ لوحة لأول مرة إذا أردت حفظ ملفك لأول مرة بعد الانتهاء من العمل فيه فقم بما يلي من قائمة الملفات Files قم باختيار خيار الحفظ Save فيظهر لك صندوق حفظ باسم لأنك تحفظ ملفك للمرة الأولى عندها قم بتحديد اسم وموقع حفظ الملف مثلا حدد القرص الصلب C ومن ثم اختر مجلد اللوحات ثم أدخل اسم السماء مثلا وأخيرا حدد نوعية الملف مثلا نوعية JPG ذات حجم الملفات الصغير نسبيا مقارنة بالألماع الأخرى الآن اضغط على زر الحفظ Save لتظهر لك شاشة خيارات خاصة بالنوعية التي قمت باختيارها هنا في نافذة خيارات نوعية JPG حدد درجة جودة اللوحة المطلوبة والتي تتناسب مع حجم الملف وأخيرا اضغط على زر الموافقة OK ليتم حفظ الملف حفظ لوحة بعد التعديل إذا قمت بتعديل لوحة مسبقة التخزين وأردت حفظها فقم بما يلي من قائمة الملفات Files اضغط على خيار الحفظ Save فيتم حفظ الملف بنفس إعدادات الحفظ السابقة حفظ لوحة باسم جديد إذا كان لديك لوحة مسبقة التخزين وأردت حفظها مع تغيير أحد إعدادات التخزين المسبقة كأعداد الإسم فقم بما يلي من قائمة الملفات Files اختر الأمر حفظ باسم Save As فيظهر لك صندوق حفظ باسم Save As عندها قم بتحديد الإعدادات الجديدة فمثلا غير موقع حفظ هذا الملف من مكانه الأصلي إلى القرص الصلب D أو أدخل اسما جديدا لهذه اللوحة مثل السماء 2 وعند الانتهاء اضغط زر الحفظ Save ليتم حفظ اللوحة التعامل مع صندوق الأدوات والنوافذ الجانبية هناك عدة معلومات مهمة عن صندوق الأدوات والنوافذ الجانبية يجب معرفتها قبل الاستمرار بمشاهدة هذه الدروس وهذه المعلومات هي أولا إذا أردت اختيار أدات من صندوق الأدوات فقم بوضع المؤشر على الأدات المطلوبة ثم اضغط مرة واحدة على الزر الأيسر للفأرة ليتم اختيار الأدات المطلوبة ثانيا إذا رأيت إشارة المثلث الصغير هذا على أدات ما فهذا يعني أنه يوجد أدوات أخرى يمكن اختيارها من زر هذه الأداء وذلك بطريقة السحب أي وضع المؤشر على أيقونة الأداء ومن ثم الضغط المستمر على زر الفأرة حتى تظهر الأدوات الأخرى عندها ادرك زر الفأرة الآن ضع المؤشر على الأدات المطلوبة ثم اضغط مرة واحدة على زر الفأرة الأيسر ليتم اختيار الأدات المطلوبة ثالثا عند رؤية هذه الحواف للنوافذ فهذا يعني أن هذه النافذة تحتوي على أكثر من نافذة أخرى ولاختيار أي من هذه النوافذ قم بوضع المؤشر على حافتها ثم اضغط مرة واحدة على زر الفأرة الأيسر ليتم اختيار هذه النافذة وهكذا الحال بالنسبة للنوافذ الأخرى رابعا لإخفاء صندوق الأدوات والنوافذ الجانبية جميعا قم بالضغط مرة واحدة على مفتاح تاب من لوحة المفاتيح أما إذا أردت إعادة إظهار ما قد تم إخفاؤه فاضغط مرة واحدة على نفس المفتاح الخروج من البرنامج بالخروج من برنامج فوتوشوب قم بما يلي قم أولا بحفظ جميع لوحاتك الخاصة الموجودة حاليا في البرنامج ومن ثم ومن قائمة الملفات فايلز قم بالضغط على خيار الخروج إكزيت ليتم الخروج من البرنامج ترجمة نانسي قنقر